اشتركوا في القناة 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 لأنني لم أردت لي شيئا محتار مع رأسي كان أدمر على رأسي والله العظيم إذا قدرت بزاف الحويج مع ذوك الناس قصمان بالله والله كي شهد عليها هاد الناس اللي كنت كان أخدم معهم في الكباري هاد الناس كنت كان أخدم معهم من الكباري درت بزاف الحويج حيث ماشي أنا جيت وعرفوني الناس راه فترة طويلة حتى المؤخرة نعد واحد الفيديوهات هما اللي ولا التواصل الاجتماعي ولا كي عرفوني الناس كان كي صورني عزيز غيقال صاف الدار كان غني كان عرفوني الناس أما كنت كان أخدم ولي حد الساعة بقي كيتلبوني الناس في صواريات في كباري كان أخدم فيه ولي حد الساعة معززة مكرمة عندوك الناس وما كيوصلية واحد وكنت سمعت بزاف دي الفنانة كانوا هضروا على هاد القادية لا الكباري ما نخدمش فيه إلا ما فيش الحتية لا هو بالعكس والله أنا فطرة طويلة والله فطرة طويلة وعندنا في الرباط بالضبط أنني كنت أخدمة يوميا في محالات كان أخدم فيهم يوميا عندي ثلاثة المحالات ثلاثة الكباريات اللي كنت كان ماشي ندير فيهم النماري ومعززة مكرمة ودرت منهم ونقدر نقول أنني هاد دار اللي أنا فيها كان فيها واحد طرف من هادوك هادوك الفلوس اللي درت بها الحمد لله وشكره لله ولكن أنا كان أخدم أنا كي بغيت وكاش وكنت كان أخدم بكاش بسيط بزاف كباري أخدمت مية وخمسين درهم مية وخمسين درهم لسايمانا كنت كان تخلص من تنين لتنين وكنت كان نار ديالي وكنت كان نجيب غريمة ذيك الغريمة الحمد لله ميسورة والحمد لله كان تكطح الحتاوي ديال الفلوس ولكن تبارك الله كان أول حاجة كانت مثاوي موسيقى مع مغني أحسن حاجة كان سلم ما دابا باو بزاف الحواجة أنا دابا دخلوا واحد تالتا دلمحال تالتا مغنيت تالتا ديال لأ أنا خدمت الوقت اللي كنت أنا كنت خلص بكاش يمية وخمسين ويقدر يكون موسيقي معايا كيتخلص حسن مني في الكاش يقدر يكون كيتخلص بميتين بثلتمية درهم موسيقي ورغم ذلك كنا كنخرج بغريمة مزيانة وفي حال في حال في حال ما كنش مغني حسن من الموسيقي ولا موسيقي حسن لا مساوية وكنا كنا كل شي مستافد دابا لا دابا دابا لا موسيقى لا نقدرش نقول لك حت والله ما كينا شي غرامة اللي هي كبيرة عادية أنا جيداً كتجيني حت أصلاً ملفة بها أنا كنت كانت تخدم في محالة مشيت 3 سنين ده 4 سنين كنت كتطح غرامة اللي هي كبيرة بزاف كبيرة بزاف ولكن را هديك الغرامة را قتليك راها ماشي ليك الحمد لله هدي ميزة من عند الله هدي كيشكروني عليها الناس بزافهم أغلبية الناس كنت لقى بهم كيقولوا هادي سيدة رايلي كتغني بلا ميكرو هادي كيعجبني الحال كيعجبني الحال الحمد لله كيدوز هذاك الشي يا سلام وتبارك الله إحنا المغاربة فينا مكانه كي صراحة كيكبروا بالناس ديالهم وولاد بلادهم كيدوز عندهم الحفلات مزيانين وكتلقاهم مع تشيل مثلا الشي فنن بش حال ما شافوش كيكونوا كيتسنوهما كيتسنوهما بحل ده ما ناس يسمعوا زاهرة جاية مثلا هذا الامارات ولا كان مقال ميساجات من قبل را مليت شي عفاك جي عمدي أنا رف بلاسة الفلانية وفعلا مليكا نوصله الله العظيمي لك ألقى بزاف الناس كيكبروبية فوق القياس وأول ما مشيت أول مرة غادي تحليه بأنني نخرج خارج المغرب كنت مشيت للأمارات كنت مشيت للأمارات غادة على الله كانت عندي ختيت أمه ومشيت لعنده غادة على سيدة ربي ما عندي لأخذ مالا والو من اللي وصلت لت أمه تلقيت بواحد البنات هذوك البنات لدي كتر خيرهم شدوني من يدية ودوني المحالة اللي كينين تمانا ما مشيتش أنني طالبيني ولا تعلقوا لها فيش ديا وليلا من اللي مشيت لتماء تدروا معي محل بمحل والحمد لله والات الميتي في الإمارات مطلوبة وكان مشي كلقى بزاف ترحيب من الناس وكان وجه الشكر لهذه البنات لدعي لذكر الأثماء لكتر خيرهم كيلي فيهم كيقول حاليا أن زاهرة راهت بالثلاث ووقعي لو درت شوي الفلوس بالعكس أنا راه مدرت لفلوس لوالو وحتى لو درت الفلوس كيبقى الأصل الأصل واللي كيخرج من أصله راه ماشي بنادم كنوجه ليوم التحية وأنا راه خدكم هي حياتي هي حياتي هي أحسن مكين عندي في الدنيا كاملة هي موينتي حيث كان حماق عليها وهي كتبغيني مسكينة وأنا هي كي كتقول لي كتكون نحدها ونكون مكينة عندي أخوتي والله يخليهم لي وخليني لهم ولكن هي مسكينة كتشوف فيها كتشوف فيها شي حاجة أربما أنني صغيرة في الدار هي قريبة مني بزاف وقريبة منها بزاف وأنا كنحس بيها بزاف هما أخوتي ممكن يكونوا كيحسوا بيها مويمتهم ولكن أنا كنحس براسي كنقول أنا هي بلا بها أنا التحاج كان نقول يا ربي أخذ عمري قبل عمرها حيث هي مسكينة هي حضنات عينينا ويتكرف صاعت منشي إحنا كنا ساكنين في البرايرك وكنا إلا تغدينا ما كانت حشاوش صراحة ولكن هي مسكينة ضربت أمارة وخدمت في حمام درت بزاف دل حوائج باش تحضننا عندها وكانوا كيقولوا لها سيري تزوجي سيري ديري سيري فعليك أسقول ليهم لا ما نخليش ولداتي ونمشي عندي جوش أخوتي دراري وإحنا خمسة لبنات تكرفيس ديال بالصح ديال المحنة والحمد لله دابا أنا كنكون يقولوا لي يا عزيها ونمشي الحج نديها على ظهري وقسيم بالله يتنديها وقسيم بالله يتركبها ولكن الحمد لله الله يخليكم ميماتكم والله يبدل الحال يا ربي كانت منهم الله يعطينا باش نكونوا معهم ونديروا ليهم بزاف الحوش واللي غنيتها دي أعلى الميمة كان غني أعلى المي اللي غنيتها أي أغنية غنيتها كان غنيها على أمي أنا كان كيقولوا واحد ناس من كتر اسمها أنا كان غني على الأم كيبقى قولوا راها أماميتها كل واحد أنا أمي باقحية وكان غني الأمامتي هذك الأغني كان غنيهم أمامتي حيث أنا كانوا بغيها هما وعليش كيقصوا خل الأمي ما كيينسوا اللي صغار كبراتهم خلوها ومشوا وبطهار أعطاو يا ولنساتهم وصعليها النبي وقال مقبل كل شي غير كبروا ولا ورجال ونسوا كل شي وصعليها النبي وقال مقبل كل شي غير كبروا ولا ورجال ونسوا كل شي الحبيب أمي لحنين اموي والحبيب اموي لحنين اموي فين غدا تمشي مكرهتش مكرهتش كان ملي كان كون مقلقة من الخدمة كان مقا نقول مصابكو كانت انا مثلا عندي باي قدر قعم نكون كان نخدم في هذا الخدمة انا قدر بزيب الحوايج كان قول حت ديما كي كل اب ضد هاد المين ماذا الام سكينك تغطيك انا مغطات عدية بزيب كنت كنخدم مع البنات وكنمشي بسترقة ما كيعرفني تواحد ويمسكين عارف عني كنخدم مهم كان الام كتدرق ولكن الاب يقدر مع راسي كم قان قول كرة يقول لان ابنتي ما تكونش في هذا الميزان حتش مرات كان من ظلم الحياة كين الظلم كان مقا نقول ياريت 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 انني كنت ما نكونش كنغني ما نكونش كنعرف بزيب الناس ما نكون بزيب الحوايج منذيرهم شحيت انا من عادتي ما نطلقش مع اللي مثلا نكون انا ويكا شحيت كينافقني منعنقوش وأنا ما كان بغيش وانا هادشي كنت حط فيه بزيب وانا اللي كنت عامل معا انا كي ما كيت عاملش معايا بالمثل حت عرفت فيه بزيب الناس خايبين ما نوصفش ليك صعيب انك تكون معقول وتتلقى بناس ناس ماشي معقولين وما معقولين ولكن في دمهم النافق وانا كنت بزيب الناس كنلقى بزيب كنحس انا بمعنفسي كنحس انهم عندهم غارض بيا اذا درت غير خطأ بسيط خطأ بسيط كنشوف منهم واحد الوجه تاني اللي انا ما كان انا يمع على باليش نقدر يلغلطوا معايا هما نشدهم مني ونجرهم عندي ونحاسبهم هما ما كي حاسبونيش كي قطعوني كي قطعوني وكي بحلي انا ما بحلي انا ما عندهم ما 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 معتابرينش هذيك العلاقة اللي كانت بيني وبينهم ربما تكون دايزة فيها 7 سنين 8 سنين 9 سنين حتى معتش حال ما يعقلوش وانا ما هاد شي كي ذرني ودرجة انني هاد شي ماشي هاد شي لعبلية على نفسي لداخل نفسي مرضات حت كنقلب على انا من الناس اللي كنقلب انني كندير معاك مزيان انتي يخسك تكوني كذلك وحتى لا حتى لا اقتدى الحال وكانت توصل بك الجور اقا نغلط معاك والضربيني نحن راسي ونتقبلها ولكن انا كنشوف غالك يقطعني صافي ما كان صافي امتيا ايدا زايد ناقص اللي كانت منه هو ان ان شاء الله اهم شيء اعطينا عربية صحيحة والسلامة وكانت منه من الله يخليلي نوليكم مماتنا والاباء ذيالكم وصحيحة والسلامة لكل واحد وكانت منه من الله هالطرق اللي انا غادة فيها يسهل علي الله فيها في مقارب اللي بغيت باش واحد لو قيتا نقلس حتى انا ونقول هاد شي درتو واستفدت منه هاد هي امنيتي في البنية لا انا ممزوجاش وعندي بنيتة انا ممزوجون تلقى وعندي بنيتة حياتي الخاصة عادية تعمارة كنقلب على طريفة الخبز عندي علاقة مع الفرقة ديالية عندي صحابتي البناتقلانين ماشي شي بسيف ولكن الفرقة ديالي درجال كلها انا صحابي واختهم وقريبة منهم كسكسور رفيسة ميقاز الخبز نفرتته مسقي تردى رفيسة العمية كنديرها مهما عايشة شعبية اللي تزدت فيها ما تبدلتش فيها شي حاجة حاجة وحدة اللي تبدلت فيها كنت مكان القش كندير كسكسور وكنطيب كنطيب وكنا نأكل وكنا نعجل الخبز ومالي كان صافر لشي بلاد وكنا نعجل في ذلك البلاد كما كانت نعجل فيها ونضر الخبز ونضر معي آتي كما كما نحن كما نحن بالترد حياتي من المعارضة والناس يتعلق على هذا وكما تخبر ولمعرفة ما نخرج في شعبيتي ويبقوا أنهم ويبقوا أنهم يتردوا ويقروا أنهم يتردوا وعرفوني بحلوك هذه الدريرة تتسارى معي العالم وعندما كنت تتحل باليزتي تتطلع الدرة حياتي كلمة آخر الجمهور والله يطول عمرهم وشكرا لهم حيث هم الذين يساندونا ويقربونا ويزيدو لنا في المسيرة الفنية وفنان بلا جمهور ما كان شاي كان وجه الشكر لك اختي ماريا والأخ كان وجه الشكر للاختي نوال أحسن ميكوب في العالم الضرافة والله عمرها دار حكينا معانا تاهية اختي سوكينا مرحبا بك معانا سوكينا هي من ضمن الفرقة ديالي خويا حاتيم خويا خاليد كان وجه الشكر للولد خالي حتى هو كان معانا حاضر اليوم فرحاني نبيا كان شكر أختيك تاهية كينا معاي سمعتك جاية ماريا قتليا نمشي وشكر خاص لخويا عزيز عيا حيث هو اللي كينسق هاد الأفكار هو اللي كيقربني تاهوة من بزاف الناس كان وجه لي الشكر تسميه جديدي غادي يكون ان شاء الله حصري على شوف تاذي جديد ديزاهير ان شاء الله عمل سينجل على مولي الخيل العنوان ريحة البارد غادي يكون طب 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 اخدينا فكرة انا والفرقة كاملين كل واحد اعطى رأيه فيها والحمد لله صدقات مزيانة وصورناه بالخيل وبدك شيء يا سلام ان شاء الله غادي يكون نايد وكانت منها من الله يعجب الجمهور وينا الاعجاب ديال كل واحد وهي من كلمات والحان اخويا سعيد الروماني عزيز كامان اخويا خاليد جباير كورال وميذان حاتيم مروان الاقاعية هما وعليش كيقصوا خلهم وما كينسوا اللي صغر كبراتهم خلوها ومشوا وبضهار اعطاوا هي والانساتهم وصوا عليها النبي وقال ما قبل كل شيء غير كبروا ولا ورجال ونسوا كل شيء وصوا عليها النبي وقال ما قبل كل شيء غير كبروا ولا ورجال ونسوا كل شيء الحبيب اموي لحنين اموي والحبيب اموي لحنين اموي